السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعفو والعافية وأن يرزقنا شكر نعمه سبحانه وتعالى لا شك أيها الأحباب أننا نعيش اليوم في ظرف من الظروف الاستثنائية التي لم نشهدها قبل وربما آباؤنا وأجدادنا قد يكونوا عاشوا طرفا من هذه أو جانب من هذه الجوانب لكن ليس بهذه الصورة التي نعيشها اليوم هذه الصورة التي نعيشها اليوم في الحقيقة كما قلنا صورة استثمائية وعلينا اليوم أن نقف بإذن الله سبحانه وتعالى أو نتذاكر بعض الدروس والعبر والعظات من هذه الجائحة أو هذا الوباء العالم أولا ينبغي للمؤمن الذي قد آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يؤمن بالقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره القدر فيه الخير الحلو وفيه الخير المر وفيه الشر الحلو وفيه الشر المر بالنسبة للمؤمن كل ما يصيبه فهو خير له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وهذا السبب الذي تجد الطمأنين في قلوب المسلمين ما تجد عندهم ذلك الهلأ الزائد نعم قد يكون بعض الهلأ والفزع عند فئات من المسلمين الذين عندهم نقص في الجانب الإيماني والجانب التعبدي والتعلق بالله سبحانه وتعالى والاستعداد لليوم الآخر قد تجد عنده هلأ لماذا؟ لأنه يجد نفسه مقصر وقد جاءه الموت وأحاط به من كل جانب وفي أي لحظة ربما سيخطفوه ولذلك تجده قلق لأنه ما قدم شيء ولذلك المؤمن الحق المؤمن بالله ورسوله المؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره فإنه يكون مطمئن مطمئن بإذن الله عز وجل لهذا الأمر نعم سيعيش في الجانب العقدي وهذا أول جوانب لأني سأتحدث بعض الجوانب عديدة في هذه الكلمة فبجانب العقدي لا بد أن يكون عنده إيمان بما قدره الله سبحانه وتعالى وأن هذا الشيء الذي قدره الله هو مقدر قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة نعم وهو في أم الكتاب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نعم سنأتي إن شاء الله إلى ذكر هل هو غضب من الله أو هو ابتلاء أو غير ذلك بإذن الله عز وجل إذا الجانب العقدي أولا يكون عندنا إيمان بالقدر نستسلم لهذا القدر أننا نؤمن بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى هو ماض وقضاه الله تبارك وتعالى ولن يرده راد نعم ولكن أيضا كما نؤمن بأن نزول هذه الأوبئة بقدر الله فإننا أيضا ندفعها بقدر الله سبحانه وتعالى وهذا الجانب المشرق عند أهل الإيمان أنهم يدفعون قدر الله بقدر الله يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الرب الكريم الوهاب سبحانه وتعالى إذن هذا لا بد أن نأخذ بالأسباب لدفع هذه الأمراض والأدواء والأوبئة والرزايا والبلايا ولكن أيضا نستسلم بأن الله تبارك وتعالى هو مقدرها وبذلك يكون قلب المؤمن طيبا قطيب مع الله تبارك وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك الذي أصابك هذا ولو دخل الإنسان في جحر ولو دخل تحت الأرض السابعة فإنه سيدركه ما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه عليه ولو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا على أن يصيبوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن يستطعوا أبدا لأن الله لم يكتب ذلك لك وكلنا نعرف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تكوين العبد جنين في بطن أمه وأنه يأتي الملك قبل أن ينفخ فيه من روح فيقول يا ربي ماذا أكتب فيقول اكتب أجله إذن أجلنا محدد ورزقنا محدد فلذلك لا ينبغي المسلم أن يفجع أو يفزع بعض الناس تجدهم يعني كما يقال يطولون المصيبة هي لم تقع أصلا وهو فزع قلق ويحسب تسعين ألف حساب ولا تقلق لا تحزن لا تيأس تثبت وتعلق بالله سبحانه وتعالى وعلم أن هذا الشيء الذي جاء هذا في الحقيقة يعني يريد أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرجعنا إليه بصوت التخويف فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون إذن فينبغي لنا أن نرجع إلى الله لما نشوف هذه الكوارث وهذه الأوبئة وسبحان الله من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته ولطفه بهذه الأمة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال اختر واحدة من ثلاثة يا إما أن يصيب أمتك عدو فيستميح بيضتها ويقتلهم جميعا يبيدهم أو أنها تأتيها سنة عامة بمعنى أن يأتيها طاعون يأتيها وباء أو غير ذلك فيأخذ هذه الأمة كلها أو أن يسلط بعضهم على بعض فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة قال هذه أهوا هذه أهوا إذن تيقن وتطمن بأن هذه الأمة لا تمحى بأوبئة أو طواعين أو حروب إذا كانت بيننا وبين الأعداء فإن الله سبحانه وتعالى كتب لأهل الإسلام إذا أحسنوا وجههم لله تبارك وتعالى وأسلم أنه ينصر عليهم جل وعلا إذن فهذا جانب إذن جانب العقد لا بد أن نطمئن لقدر الله سبحانه وتعالى ويزداد هذا مننا تقرب إلى الله إذا جاء بلاء أو ابتلاء يزيدنا قربا من الله عز وجل وتعلقا به بدل من أن نهرب شوف الله سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله فر أي شيء أنت إذا خفت منه فإنك تفر منه لكن إذا خفت من الله عز وجل فإنك تفر إليه والله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذه الابتلاءات جعلها الله سبحانه وتعالى كما قلت صوت ليسوقنا إليه جل وعلا فلذلك لا بد أن نعتبر بهذا نحن نشوف اليوم الشعوب التي ليس عندها عقيدة بالله تبارك وتعالى ولا إيمان بالقدر ولا غير ذلك أن نجدها أنها مضطربة وربما ينتحر وقد يئس من الحياة وتبين له بأنه خلاص لأنه وجنة هذه الحياة هي جنته فيرى أنه لو مات خلاص انتهت حياته وجنته المسلم لا المسلم عندها يعني خلود آخر بإذن الله عز وجل في جنات خالدا فيها يعني لا ينقضي ولا تنتهي تلك الجنة ولا تبيد ولا تفنى بفضل الله عز وجل ولذلك هي دارنا التي ينبغي لنا أن نستعد لها وأن نأخذ عدتنا لها اللي هي الدار الآخرة دار الخلود إذن هذا يخلي المؤمن يطمئن إذا كنت مؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره فإنك مؤمن حقا وأن ما أصابك أنت مطمئن به وإذا كان فيه خير فستفرح وتشكر الله سبحانه وتعالى وإذا كان فيه غير ذلك فإنك ترضى بما قضى الله وقدر لك ولا تسخط لأن بعض الناس والعياذ بالله يحبط عملهم الصخط يسخط يقول ربي غيحنا مسلت علينا هذه البلايا وهذه الأوبئة وهذه المشاكل إلى غير ذلك وهذا لا يقوله مؤمن أبدا من رضي بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول لا يقول هذا لا يسخط لأن من سخط على الله سخط الله عليه وأسخط عليه مخلوقاته من الجانب أيضا العقدي نرى قدرة الله الماثلة في هذا الفيروس سبحان الله العظيم فيروس صغير لا يرى حتى بالعيد يسلطه الله سبحانه وتعالى على العالم على العالم كله فينشل هذا العالم مدن صارت خاوية كأن لم تغنى بالأمس سبحان الله العظيم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس توقف كل شيء حتى الحروب يعني أغلبها أو جلها توقفت يعني من الأرض وانشغلت كل دولة بشعبها فهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وهذا ما لم يكن يتخيله الطغاة ولا الجبارون ولا المستكبرون لا يتخيلون كانوا يظن أن عندهم قدرة بأنهم سيفعلون ما يشاء وربما بعضهم ادعى الأنوهية والربوبية في ذلك يعني قال أنا ربكم لعلك ما قال فرعون وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وهؤلاء لا يستطيعون أن يصنعوا ذبابه كما قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كل البشرية هذه الحين لو اجتمعت على أن تصنع ذبابه أن تصنع هذا الفيروس لن تستطيع أن تصنع هذا الجراثيم وهذه الميكروبات لن تستطيع أن تصنعه نعم قد تقارب شيء من ذلك بالاستنساخ أو كذا لكن ليس يكون كخلق الله سبحانه وتعالى إذن نقول لماذا هذا البلأ إذا كان هو مقصود بالمؤمنين إذا وقع على المسلم هل هو غضب من الله عز وجل قد يكون جزء منه ابتلاء وقد يكون غضب ومتى يغضب الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من غضبه ونسأله رضاه يغضب ويغار عندما تنتهك حرمات الله سبحانه حرماته أليست حرمات الله منتهكة في أغلب بلاد المسلمين فقد عم الزناء والرباء والغصب وأكل أموال الناس بالباطل وقطع الأرحام ترك الصلاة انتهاك حرمة شاء الرمضان منع الزكاة وتعالوا عد القائمة طويلة نعم فلولا بقية يعني من أهل الخير ومن أهل الأمر بالمعروف في النهل المنكر ولولا صبية صغار رضة ولولا شيوخ ركع ولولا بهائم رتع لكان عذاب أوجع نعوذ بالله من عذابه وسخطه وغضبه نعوذ بالله من ذلك الله لما غضب على اليهود مسخهم العياذ بالله قردة وخنازير نسأل الله العافية نحن ما زلنا الحمد لله نمشي على أرجلنا ما زال النعم تتوالى علينا وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى إذن من الدروس التي ينبغي أن نأخذها أن نعتبر نعتبر بقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يدفعها دافع من الخلق أبدا ولو اجتمع أهل الأرض كلهم كل قوات الأرض لو اجتمعت ما تستطيع أن تدفع هذه الأوبئة أو ما قدره الله سبحانه وتعالى وقد يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطاعون وهو كما قال بعض العلماء وليس الوباء هذا أن الطاعون له مواصفات أيضا أخرى وإن كان أنه وانتشاره أكثر يعني لما يكون مجتمع متلاسق يكون هذا أكثر وأفضع من هذا الوباء الوذباء إذن فقال بأنه ريجززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز حتى هذا الإخوة الذين نساء الله أن يرحموا الذين نمتوا بالطاعون هذا أو بهذا الوباء يعني أغلبهم لا يغسلون ولا يكفنون يعني ربما يجعلون الكفن فوق الأكياس وحتى ربما فيهم من لا يصلى عليه مع الخلاف عند الفقهاء طبعا في تغسيل الشهيد وتكفينه والصلاة عليه ولكن صحيح أن نبي سلم مثل شهاداء أحد رضي الله عنهم دفنه نبي سلم في أثوابهم ولم يغسلوا وصلى عليهم لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وزيادة لهم في الرتبة عند الله تبارك وتعالى إذن هذا الوباء رجز على الكافرين يؤدبهم الله ليرجعوا إليه لينظروا إلى ضعفهم لينظر الإنسان إلى ضعفه شوفوا فعلا يعني رأينا في الغرب مثلا بعض الدول المسيحية رجعت يعني تتضرع إلى الله عز وجل يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بعدما كانوا غافلين ومنهم يدعو إلى الرجوع إلى الله عز وجل وهذه في الحقيقة فرصة المسلمين فرصة الدعاة فرصة الدعاة اللي يعرفوا اللغات تعرف الصينية تعرف الإنجليزية فرنسية أي لغة والله ممكن أن تدخل بها في آمن كثير إلى الإسلام تريهم رحمة الإسلام بالإنسان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الطاعون وعن القوانينه وكيف الإنسان ينبغي له أنه إذا وقع هذا الطاعون في بلد أن لا يدخلها وإذا وقع هذا الوباء وهو في تلك البلد أن لا يخرج منها يعني قوانين الطهارة كيف أن الإنسان يتطهر يتوضأ خمس مرات فبإذن الله ولذلك بحمد الله تبارك تعالى فضله أن المسلم الذي يتوضأ أو المسلمين لما كانوا يتوضأون هذا فيهم قليل موجود كما يأتي معنا لكنه قليل طيب نمشي إلى النقطة الثانية وهي الجانب التعبدي العظة والعبرة في هذا الجانب أن الإنسان الذي كان غافلا عن عبادة الله عز وجل يعني كثير من الناس قد رجعوا إلى عبادة الله وعلموا بأن الله هو الحق المبين وأنه هو النافع الضار القابض الباصط المعطي المانع سبحانه وتعالى وأن لا دول عظمى ولا هم يحزنون ينفعوا أنفسهم فضل أن ينفعوا غيرهم إذا الجانب التعبدي هذا يدفع الإنسان هذه الأوبئة هذه البلاء الابتلاءات تدفع المسلم إلى طاعة الله تبارك وتعالى المزيد منها ولذلك حتى المساجد أغلقت إذا أنت لما ترجع لبيتك ستجعل من بيتك محراب تتعبد فيه الله سبحانه وتعالى تقرأ في القرآن تعلم أبنائك تعلم زوجتك تصلي معهم الصلوات الخمس تعلمهم أن يعني يذكروا الله تبارك وتعالى ذكر الصباح والمساء أن يذكروا عقب كل صلاة مثلاً تقرأ معهم كتاب في السيرة مختصر في التفسير تقرأ معهم وهكذا إذا فيه جانب تعبد يرجع إلى الإنسان ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا كسوف الشمس هرع النبي سلم إلى الصلاة أذن في الناس أن الصلاة جامعة فجاء الناس ولما خطب فيه ابن نبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ماذا قال لهم قال لهم تصدقوا اعتقوا الرقاب قال لهم يعني بمعنى أنهم توبوا إلى الله أرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى هذا الغضب غضب الرب تبارك وتعالى لا يدفعه ولا يطفئه إلا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى ونسارع إليه جل وعلا فلذلك نفر إلى الله تبارك وتعالى ونعود إليه اللي كان تارك الصلاة ينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل فإنه لا يدري متى يأتي هذا إذا أتاون سأل الله أن يحفظ المسلمين منه لكن يكون جاهز يريد أن يقابل الرب تبارك وتعالى بكرة لو مات الإنسان ماذا سيقول لربه تبارك وتعالى فيذلك يرجع يتوب إلى الله يصلي إذا كان يصلي وتهاون على الصلاة فينبغي له أن يباشر مباشرة المحافظة على الصلوات في أوقاتها لأن هذا ابتلاء وما تدري متى يأتي الموت صحيح الموت لا يدري الإنسان متى يأتيه والمسلم دائما في الحقيقة وجاهز كما قلنا للقاء ربه تبارك وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولذلك الإنسان يكون جاهز لهذا الأمر يكون جاهز لأن يلقى الله تبارك فيكون محافظ على الصلاة محافظ على الصيام محافظ على طهارته أن يحسن هذه الأشياء جانب التعبذ حتى إذا لقي الله تبارك وتعالى يلقاه وهو راض عنه ويفرح هو أصلا بلقاء ربه تبارك وتعالى شوفوا حين الصلاة كم من إنسان كان مستهزئ بالمسجد ولا يصلي في المسجد فلما أغلقت المساجد ندب قال لا حول ولا قوة إلا بالله شوف المسجد أغلق اللي كنت أنا هاجرها أصلا وربما يكون المسجد في جانب بيته فيكون هاجر لبيت الله تبارك وتعالى ها هو أغلق المسجد ها هو كان فيه فرصة لأن يعتمر مثلا أو أن يحج فجاء وباء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن لا تحج فيه أعراض يعني فيه أشياء تأتي فتقطع على الإنسان الحج والعمرة وتقطع عليه الصلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم صحتك قبل مرضك اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم مالك قبل فقرك غناك قبل فقرك اغتنم شبابك قبل هرمك اغتنم هذه الأشياء هذه فرصة لا تكرر قد يكون اليوم أنت بصحتك وبكرة بدون صحة اليوم غني وبكرة فقير اليوم أنت فارغ ما عندك شيء وبكرة مشغول لذلك يغتم الإنسان هذه الأشياء يغتنمها ويعمر أوقاته بطاعة الله صلى الله عليه وسلم وينشغل مع أهله وأولاده وينشغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهكذا يكون بإذن الله عبدا لله تبارك وتعالى هذا هو العبد هذه العبودية التي يبغي أن نستفيد منها من هذا هذا ما هو هذا الكورونا هذا ما هو إلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه الله أمره الله فأطع وجاس خلال الديار فحصد من الأرواح ما حصد بأمر الله سبحانه وتعالى لا بأمر أي أحد حتى لو أن سوات دولة من الدول الكفر مثلا كما يقولون حرب بيولوجية أو أنهم كذا وكذا فهو بأمر الله أولا وأخير لا بأمر العباد فلذلك الإنسان عليه أن يجتهد في الأمر التعبدي الجانب المعاملاتي من العظات والعبر التي أيضا ينبغي أن نستفيد منها في هذا الجانب قضية المعاملات معاملاتنا مع الناس كيف كانت كيف كانت معاملتك مع جارك ليش تمشي لجارك أمشي لزوجتك فقط كيف كانت معاملتك مع زوجتك هناك بعض الرجال من لا يجلس في بيته أبدا مجرد يأتي من العمل يأكل يشرب ويطير يمشي عند أصحابه أصدقاه يلعب معاهم كذا وهاجر البيت أليست هذه مسؤولية اليوم إذا حجر في بيته فتجده مشاكس في البيت ويسوي مشاكل وربما وصل إلى الطلاق ويحسب لزوجتها كل حساب فليتق الله المرء في هذا لأنه كان أصلا مضيع البيت مضيع أبناءه مشتاقين أبناءه أن يجلسوا معه وأن يؤدبهم وأن ينصحهم وأن يعلمهم وأن يرشدهم فإبقى معهم ولذلك هذا الأيام بعض الآباء تورطوا ما أبناءهم لما صارت الدراسة عن بعد عن طريق يعني الأنترنت وجد نفسه ما عنده ثقافة ولا عنده أي خلفية وجد بأن هذا التعليم من مشقة وكان في يوم الأيام لا يعذر أي معلم المعلمين ما يعذرهم قل الله ما يقروا غش يشين يسوون يفعلون وهو أولادها أولادها ما يستطيع يقررها والله أنا أعرف بعض الناس يعني حتى من حملة القرآن ما يستطيع أن يدرس أبناءه كتاب الله عز وجل فإذاك يا أحبابي هذه فرصة هذه نرتب فيها أوراقنا من جديد مع الله مع أنفسنا في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا مع أبوينا الأب والأم اللي كان من بعض الناس يعني يعني كأنه شبان خلاص انتهى الأمر بل وصل من بعض العصات وقطاع الرحم أن يذهب بأبي أو أمه إلى دار العجزة والله في بعض في بعض الدول العجزة وجدوهم موتى كلهم مساكن لا أكل ولا شراب ولا دواء هرب الموظفون كل واحد هرب الأبناء وهرب ديرته وهرب الأهله يريد أن ينجو بنفسه جاءته الساعة فهرب وترك أولئك الشباب لا إحنا الإسلام بالعكس الإسلام مص على والدين على الشباب أكثر من أي شخص آخر ولذلك الله سبحانه وتعالى وصلنا على والدين الكبار ولم يوصل آباء والأمهات على الأبناء لأن هذه فطرة فطرة أنت يعني تحن على أولادك أنت تربي أولادك تعطف عليهم وتبغي توكلهم زين وتشربهم زين وتلبسهم زين وتركبهم وإلى غير ذلك هذه فطرة من الله ولذلك قال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ننتقل للجيران في الجانب المعاملاتي كيف جارك كيف يؤذر الناس لقاطع جاره وربما يموت جاره جنبه بالجوع ولا يبحث عنه هذه فرصة لأن ترقع هذا الجوار الذي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل للجار المسلم ثلاثة حقوق إذا كان جارا مسلما ذا رحب وجعل له حقا إذا كان مسلما الجوار والإسلام ولو كان كافرا لوجب عليك أن تحسن عليه ولو كان كافر ولذلك هذه رسالة الإخوان اللي في أوروبا وأمريكا وفي غيرها من دول غرب والشرب إذا كان عندك جار كافر هذا الوقت اللي تستطيع أن تجره إلى الإسلام بأخلاقك أنت اللي تستطيع والله ستجد أن أبناءه هربوا عليه وأن أقرب الناس ربما حتى الاتصال لن يتصلوا عليه فإذا وجدك أنت كمسلم جار تعتني به وربما تأتيه بالأكل بالشراب تتفقد أحواله إذا هو مريض تتصل على الجهات كذا إلى آخره هذا الذي يدفعه بإذن الله للإسلام البشرية في حاجة إلى ديننا في حاجة إلى ديننا الدين هذا الدين الكامل الذي كمله الله سبحانه وتعالى وقال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينك الجانب أيضا مع الناس مع المعاملات الناس الآخرين وأهم شيء أنك أنت أيها الشاب الذي تخرج إلى الشارع وتجلس مع أصدقائك وأحبابك وتتحدى الحظر وتتحدى الحجر فربما أتيت ببلية لوالدك الكبير المسكين فتقتله أنت اللي تقتل والدك أنت اللي تقتل أمك أنت اللي تقتل أهلك وقد كنت تدافع عليهم وتنافع كان أبوك لو سمعت كلمة تعسب برة فإنك تستشيط غضبا وربما قتلت من سب أباك فإذا بك أنت تحمل لهذا الجراثيم لتقتله بها فلنتق الله سبحانه أيها الشباب هذه فرصة إلى العودة إلى الله عز وجل وعودة إلى بر الوالدين وإلى إصلاح ذات البين بينك وبين الله بينك وبين أهلك وجيرانك وعشيرتك وبين حيك ولذلك ينبغي أن يكون في كل حي مجموعة من الشباب الأوفياء الأتقياء الذين يفزعون عند الفزع ولا تجدهم عند الطمع هؤلاء فعلا الذين ستجدوا بإذن الله تنتفع بهم الأمة ويكون لهم أثر عظيم عند الله وهذا رأيناه بحمد الله تبارك وتعالى وهذا لا تجدوا في الغالب إلا في الشباب الملتزم الشباب الطائع لله سبحانه وتعالى المصلي ورنيانا مجموعات علمانية والله الحادية في بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها عندهم جمعيات ويعني يوزعوا الخير على الناس ويتفقدوا الناس لن تجدها لأنه كل رأسه وراء البحر والهالي جاء كورونا جهارب عندنا جايبنا كورونا معاه يعني ما عجبتش بلاده إلا يوم شاف السوء هناك وربما رموه هناك لأن هناك يقدمون أهلهم وأبنائهم ولذلك رجع كثير من الناس من بلاد أوروبا إلى بلادهم هربا من كورونا طيب وقبل كورونا من كنت بلادك كانت محتاجاتك إذا كنت طبيب وإذا كنت مهندس وإذا كنت قارئ وإذا كنت مفكر وإذا كنت وإذا كنت فلذلك في الحقيقة الإنسان ما ينفعه بعد الله عز وجل إلا موطنه ولذلك هذا الأوطان ينبغي أن نحافظ عليه وأن نبنيها بصدق وأن نبنيها بإخلاص وننصح له ننصح لهذه الأوطان حتى تبنى على الخير بإذن الله عز وجل وهناك جانب أخلاقي يعني ينبغي أيضا نعتبر فيه وهو كما قلنا ويترأصه في هذا البر للوالدين كما مر معنا في الكلام عليه والبر إلى الجيران والبر إلى الأرحام هناك من يقطع عماته وإخوانه وخلاته وربما لا يسأل عنه الرحم يسأل عنها حتى ولو بالتليفون حتى ولو بالهاتف السلام عليكم كيف حالكم طمنون عنكم ترسل عليهم رسائل ليس بالضرورة تمشي لهم لأنه ممكن أن تكون حامل مصيبة لا قدر الله أو تمشيهما عندهم هذا المرض أو شيء فلذلك هنا في الحقيقة لا يريدن كما قال النبي السلام ممرض على مصح هنا لا ضرر ولا ضرر ولكن تسأل عنهم وتصلهم وتسأل هل عندهم يعني هل لهم حاجة هل لهم حاجة مثلا مادية هل لهم حاجة مثلا في تطبيب هل لهم حاجة يعني ما تغفل عنهم فلذلك ينبغي المسلم أن ينتبه إلى هذا أيضا من الجانب الأخلاقي أن المسلم لا ينشر الإشاعات لا ينشر الأخبار الكاذبة لا ينشر الأشياء التي تكون فيه هلع وفزع للناس فهذا في الحقيقة يضعف معنوياتهم بعض الناس يكتلها الخلعة فقط يعني تخلعا أسراه 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 فلاني ماتوا ماتوا مات لمسلم الله يا رحمه ولكافر أخذه الله سبحانه وتعالى وخفف على الناس يعني يا الله أرض كما قال لنا سلم فمستريح ومستراح يعني منه من جانب الأخلاق أيضا ما ينبغي لك اشوف الإسلام كيف عدبنا سبحان الله في العطاس العطاس اليوم منظمة الصحة العالمية يقول لك إذا عطست اجعل يعني منثنى ذراعك عند أنفك أو نحو ذلك أو بنادين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غض طرفه عليه الصلاة والسلام يضع يديه أو يضع ثوبه عليه الصلاة والسلام لأن العطاس هذا يتطير من نهر الذات حتى ولكم في حال الصحة في حال الصحة ومع ذلك أنك تضع يديك على أنفك أو إذا أردت أن تكوح مثلا هذا خلق إسلامي عجيب هذا عظيم جدا يعني اليوم هما تفط مولا الصحة العالمية وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قر أيضا من الأداب الأخلاق أن تضع الكبامات هذه إذا كنت بمجتمع أو القفازات تبتعد عن مخالطة الناس في التجمعات الكبيرة ويتعذ الإنسان سبحان الله العظيم يعني وهذه فيها عبرة عظيمة جدا في قوله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يوم إذن شأنه يغنيه لا حول ولا قوة والله هذه الآية لما أرى فرارنا من بعضنا البعض حتى السلام ما عندنا أن تصافح حتى ما تقدر تجلس معه واحد جاي من بره يعني ما كعرف أشياء حامل معك لابد متر مترين بينك وبينه وتخاف أن يعديك سبحان الله فكيف يوم القيامة يا أخوان هذه عبرة عظيمة والله يوم يفر المرء من أخيه أخوك أمك زوجتك اللي تنام معها أولادك اللي تحبهم ليلة نهار سبحان الله العظيم والديك تفر منهم تفر منهم من كورونا فكيف يوم القيامة لذلك لا ينفع العبد عند الله عز وجل إلا ما قدم من صالح عمل وما وفقه الله تبارك وتعالى له من الخير في هذه الحياة وقبله منه جل وعلا فلذلك إنسان يعتبر بهذه يعتبر اعتبار عظيم جدا أيضا من الجوانب الأخرى الجانب الجانب نستطيع نقول الجانب السياسي الجانب السياسي هناك أخلاق عند بعض طبعا السياسيين المسلمين في الحقيقة وربما ساعدوا ساعدوا أهلهم في أوطانهم من السياسيين وزادوا أنهم ساعدوا الناس المحتاجين في بلاد أخرى ولكن للأسف من الأخلاق السياسية اليوم التي نأخذها عبرة نشوف نحن الغرب اليوم نجد على أنهم يقطعون الطرق على بعضهم بعض وهذه حقيقتهم نعم وفي الحقيقة كما أخبر عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه أو عمر بن عاص رضي الله عنه أنهم يعني كما يقول أسرعوا الناس إفاقة بعد يعني بعد السكرة يعني إذا جاءتهم شيء فزع وكذا يفيقون ويرتبون حساباتهم الجديد ونحن نزال نايمين يعني وهذا موجود عندهم وتجد عندهم بعض العدل وكذا ولكن في هذه سبحان الله في هذا الوباء نجد عندهم شيء من التناقض فيما كانوا يتشدقون به من الإنسانية أو من غير ذلك يعني الإنسان عندنا نحن سبحان الله حتى لو مات بهذا المرض لو مات فإننا نحاول أن نغسلها فإن لم نستطع تغسيله أن نيمم له يده ووجه ما استطعنا يعني على الأقل نسطره ونكرمه ونضعه في صندوق ونصلي عليه وندفنه في التراب ما نحرقه ما نحرق جثثنا نحن هم يحرقون عادي قال لك من أجل الله إذا كان دفنت في التراب انتهى الأمر بإذن الله عز وجل وإكراما له إكرام لهذا الميت وهذا جانب جانب عظيم في الإسلام الذي أكرم الإنسان حتى الكافر حتى الكافر لو مات بين المسلمين وجب عليهم أن يدفنوا على الأقل يرموه في حفرة حتى لا يتأذى منه الناس نعم يدفن يدفن يعني يغيب شخصه في ذلك إذن ف الجانب السياسي عندهم همنا للأسف الشديد كما قلت يعني واضح على أنه فيه خرق أو فيه تمزق وفي عدم تكتل نحن قلنا الاتحاد الأوروبي والعبرة بأنهم لا هم متفرقين أصلا هم ما اجتمعوا إلا لضعفنا وتفرقنا نحن نحن أم عندها كل مقومات لاجتماع ربها واحد نبيها واحد صلى الله عليه وسلم قبلتها واحدة كتابها واحد يعني دينها واحد ومع ذلك متفرقة سبب تفرقة هؤلاء الذين اجتمعوا على تفرقنا هم تجتمعوا فمزقونا وفرقونا فاليوم إن شاء الله يأكلون من نفس القصع التي يعني أطعمون منها من التفرق فلذلك تجد الحين اللصوصي عندهم مقطع الطرق وغير ذلك على الكمامات وعلى الأدوية وعلى وعلى غير ذلك فلذلك نعتبر نحن أن الله تبارك تعالى نجعل هذه الأمة واحدة كما قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أيضا من الأشياء التي نبغي أن نعتبر منها أيها الأحبة وأؤكد عليها لقيمة الصحة في حياتنا الصحة هي تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى صحتك هي عمرك مدام أنت والإسلام الإسلام سبحان الله العظيم الصحة هذه جعل لها يعني من يعني كما يقولون من القوانين التي يمكن الإنسان يحافظ عليه شيء عجيب جدا يكفي أولا من الميزات العظيمة أنك لست ملكا لنفسك لست أنت ملكا لنفسك وأنت ملكا لله تبارك وتعالى ولذلك حرم عليك القاذورات والفواحش التي تخرم سحتك التي تدخل عليها الأمراض حرم عليك الزينة حتى لا يجيش الإنسان له الأمراض سواء الإيدز أو الزهري أو السفلس أو غير من الأمراض أخرى حرم الخمر حتى لا تذهب عقلك وتصير مثل أجلك الله مثل البهائم الذي يأخذ القاذورات وغير ذلك حرم الله تبارك وتعالى الفواحش ما ظهر منها وبطن هذا كل ما يضر نفسك ما يضرك حرمه الله تبارك وتعالى ولاش هذا محافظة على صحتك ولذلك جاءت الشرائع كلها بحفظ كليات الخمس اللي هي معروفة كل الدين والنفس والعرض والعقل والمال هذه جاءت كل الشرائع والإسلام أكد على هذا ولذلك الصحة صحتك اغتنمها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفرق اليوم عندك صحة ولا استفارق ممكن مشغول فيكون جانبك من جانب التعبذ خاصة للإنسان اللي يعيش ما عندهش كما يقولون النظرة واسعة للعبادة يعيش يعني خمس سلوات ربما يسلمها على ما جات ويمشي بالعكس هو الإنسان في الحقيقة المسلم والجانب التعبدي هو يعيش في كون هذا الكون كلها محراب له يتعبد في الله سبحانه يأكل عبادة لله يتقوى على طاعة يشرب تقويا على طاعة الله وفي بضع أحدكم صدقة يسافر ليسف حتى لو يرفع عن نفسه ليتقوى على الطاعة فهذا مطلوب يعني يسافر ليعتبر في الآفاق والأمم طيب هذا شيء طيب وهكذا إذن فالصحة لا قيمة عظيمة وإذاك الإنسان لا يشعر بقيمة الصحة إلا إذا فقده نسأل الله أن يمتعنا وإيكم بالصحة في طاعته سبحانه وتعالى أيضا صحة بدون طاعة مثل أجلكم الله مثل البغال والحمير والخيل إيش الفايدة ما في فيدة صحة عندنا صحة ولكن ما يتعبد بها الله تبارك وتعالى يقول الإمام الشافع رحمه الله رأى رجلا في المدينة وقد كان بعض أهل المدينة يستبيحون الغناء فكان يراه يعلم الجواري يعلم الغناء وهو واقف بالساعات هو واقف مثل هذا اللي علمون في الله قال فإذا جاء إلى الصلاة يصلى جالسا سبحان الله قال هذا من الحرمان هذا المحروم فعلا الصلاة تجد الواحد يجد الساعات على الأشياء التافة ولكن إذا جاء العبادة يخرب أقها ويطير به ما يجوز هذا إذن لا بد أن ننظر إلى صحة إلى قيمة الوقت يا إخوان نعتبر هذه الأوقات اللي كانت عندنا مهدرة في الأيام الماضية كان عمر بن سلم رضي الله تعالى عنه يقولون لو أردنا أن نبحث له عن مقت دقائق معدودة يعني ما فيها لها شغل مع الله تبارك فما وجد فبهو بين صلاة وقراءة قرآن وتعليم وكدح على أمه وأبنائه وزوجه يعني ما عنده وقت مشغول في طاعة الله تبارك وتعالى إذن قيمة الوقت كما قال النبي سلم قيمة الصحة ينبغي أن نعتبر به تحاكم إنسان كان عنده صحة وأصيب بهذا المرض عافانا الله وإيكفه ونادم على ما فرط نادم على ما فرط يا إخوان ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا ما تنفع غدا ولكن اليوم كما قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون هذا عذاب صغير هذا يعني بالنسبة لمن عذبه الله أما المؤمن إن شاء الله ما هو له إلا طهارة وخير ورفع عند الله سبحانه وتعالى نعم قد يكون في عذاب للمسلمين المسلمين اليوم تآمروا على عدم تحكيم شرع إلا سبحانه وتعالى إلا من رحم الله تبارك وتعالى استساغوا هذا بل كثير من الحكام أنهم استحلوا هذا واستباحوه ولذلك إذا جاء العذاب لا يفرق واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد يقابل العذاب إذا جاء ما يقول هذا والله صالح مسكين هذا طيب وهذا لا خبيث لا يفرق بينهم لا إذا جاء العذاب نعوذ بالله عم نسأل الله العافية نسأل الله العافية يا أحبتي لذلك يتق الإنسان يتق الله تبارك وتعالى يتق الله في صحته يتق الله في وقته نعم أيضا من الجوانب التي ينبغي أيضا نعتبر منها التواصل والتقاطع الاجتماعي بعض الناس كان أصلا مقاطع لأهله ورحمه ولما جاءت هذا الوباء أراد أن يأتيهم يعني أنت ما تعرفني إلا قال له وإذا يحاس الحيث يدعى جندب وإن تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيث يدعى جندب يعني أنت لم تجد الأشياء المكرهة جينة ولما يكون عندك الخير ومبسوط وطيب فإذا أنت ملتفت عنه لا ما ينبغي ينبغي الإنسان أن يصل رحمه في الصراء قبل الضراء ولذلك الراحم معلقة بالعرش تقول يا ربي صل من وصلني واقطع من قطعني في الجانب الاقتصادي أيضا من العبر في الجانب الاقتصادي أن ينبغي للأمة الإسلامية أن تعتمد بعد الله على نفسه في الزراعة وفي الصناعة في لباسها في دوائها اليوم شوفوا اليوم الأزمة اللي نواقع فيها يعني الصين بلد عظيم وأصابه ما أصابه وخرج من هذه المصيبة أو لم يخرج ولكن عندها قدرة للتصنيع والتصدير يعني اقتصاد قوي أحنا شعدنا بلادنا الإسلامية ما في حتى مستشفيات يعني تسر الصديق وتغيظ العدة حتى رؤساءنا للأسف الشديد وزراءنا اللي كانوا يعالجوا الأمس كانوا يعالجوا ويمشوا سويسرا وغيرا ما أبقت سويسرا ولا أبقت أمريكا ولا فرنسا ولا يستقبلونك أصلا في ذلك ينبغي على العقلاء من الحكام والرؤساء والوزراء أن يعتنوا بشعوبهم وأن ينفقوا خيرات بلادهم لسيما أن بلادنا فيها الخير العظيم العظيم جدا في ذلك ينبغي أن ينفقوا أموال هذه الشعوب في بلدهم يبنوا المستشفيات يبنوا الجامعات يبنوا المراكز العلمية البحثية في كل التخصصات في كل التخصصات ينبغي أن تبنى مراكز تستثمر الطاقة البشرية اللي عندنا من الشباب الخريجين من الجامعات من دكاترة وماستر وغيرهم نستفيد من كل الطاقات البشرية اللي عندنا نستفيد من الفلاح نستفيد من دولنا يا عباد الله حتى الخضر والفواكه اللي فيها ما عندهش من تخزنه ما عندهاش حتى طرق زينة للتصدير ما يعرف حتى يصدروا يعني بعض الدول صدرت لها بعض المواد بعض الدول العربية ردت ردت يعني ضحك الأذقات ولذلك ينبغي أن نستفيد في الحالة الاقتصادية هنا أن نعتبر ما وقع وأنا أخشى نسأل الله ألا يكون ذلك ولكن نخشى لو جاءت مجاعة أحنا ما تقتلنا الكورونا ولا يقتلنا الحروب هذه الشعب الناس تقتلها الجوع ما تجد ما تقول وتصير كما كانت يعني في زمن الشر وزمن القحط وغيره الناس تأكل بعضها من الجوع نسأل الله السلام والعافية فلذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي نحن فيها أطعمنا من جوع آمننا من خوف ولذلك يعني إذا كفر العباد بهذه النعم فالله تبارك وتعالى والعياذ بالله يأخذهم ولا يبال به وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لذلك ينبغي وينبغي لكل مزارع لكل صانع في الدول الإسلامية والعربية أن يبذل ما في وصعه وكما قلت على عاتق الحكومات أن تجعل مخازن يعني البضاع للخضر للفواكه للحبوب لغير ذلك حتى نستغني ما نضل مد يدنا لغيرنا يعني كيف الذي لا يصنع دواءه ولا سلاحه ولا كساءه ولا غذاءه هذا ما ما يستحق أن يعيش تحت شعة هذه الشمس هذه دول عظيمة يعني اليوم يعني عندها ما عندها ومع ذلك قد تنهار اقتصادنا قد يصيبها ركود اقتصادي عظيم جدا ولذلك ينبغي أن يسارع العقلاء في دولنا إلى استثمار هذه الفرصة وعندنا من الخيرات وكما ذكر أحد المحللين بأن بإذن الله عز وجل الإعمار و يعني كما يقول النمو الاقتصادي سيكون في منطقة منطقة الدول الإسلامية والعربية لأن منطقة فيها كل الخيرات فيها كل خير من البترول والغاز والذهب والنحاس والزراعة وكل خيرات فيها ووالله لو هذه الدول أنها اتحدت على الإسلام لأن ما يتحد يوحدها غير الإسلام ما توحدها الديمقراطية ولا توحدها القومية العربية ولا يوحدها أي شيء لا يوحدها إلا الإسلام فينبغي لها أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل هذه الحكومات يعني يدها في يد بعض وتجعل قطعة بينها وبين الماضي الذي عاشته هذه الدكتاتوريات الظالمة التي أفقرت الشعوب ورسمت لها طريقا آخر أيضا جانب العسكر ينبغي لنا أن نعتبر الحين لما ما عندنا طواقم مدنية كفأة كثيرة ما عندنا اكتفاء لا في الطب ولا حتى في مستلزمات الطب ولا في الأدوية ولا كذا صرنا في ورطة يعني صرنا في ورطة في العالم وكثر عندنا الطب من كل أحد يقول داوي بكذا داوي بكذا داوي بكذا يعني ما عندنا مراكز يعني حتى المراكز التي تحلل عندنا يعني هزيلة الحين الناس يحلوا في دقيقتين وثلاثة واربع ساعة يعني حتى وربع ساعة احنا بعض الدول لماذا زالت حال في ثمانية وربعين ساعة وربما أكثر يعني بيحل يخرج تحليل كورونا يعني حتى يحصد هذاك صيد اللي عندنا مصاب عشر وعشرين في المجتمع عاد قال لها كي يجيبوا الناس خيرهم يجيبوا زد حمارها ويرا نحن وأختم بنكتة كان قالها واحد مرة قال وقع لهم حريق في يعني عندهم كومة من التبن يعني من فلما وقعت الحريق اتصلوا بالحماية المدنية فجاء الحماية المدنية وصلت سيارته سيارة بدون ماء قال وين الماء ليت فيه قال الجرار تركتور هذا ما زال الجرار جاي بالماء فلما وصل الجرار وجدها كلها رمادا إش الفائدة هذا منذ ذلك ينبغي أن نستعد الشعوب تستعد احنا أيضا الشعوب فينا ويفضل على ما يقولون فينا ويفضل يعني الشعب اللي يقول له مثلا احجر نفسك ببيتك يا أخي يطلع لك وهو مستغنع عن الصعود الخروج إلى الشوارع أيضا الثاني الشعوب تحتاج إلى توعية وإلى فهم وأن الأمر خطير أمر لا يستهان به وأن من قتل إنسانا وتسبب في قتله فهو قاتل له كما لو رماه برصاصه مدام أنك تستطيع أن تمكث في بيتك ولا تكون سببا في انتشار هذا الوباء فينبغي لك أن تمكث في ميتك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعا من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام كما قال الحبيب سيد ولد أنام سيد ولد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه اللهم إننا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إننا نسألك أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تشفي كل مريض من مرضانا وأن ترحم كل ميت من موتانا إنك قادر على ذلك وأعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا